طيب حنشوف عموماً كتير من الجوانب الفرحة الأهلوية لكن النقطة اللي كمان مضيئة قوي لأن احنا وإحنا حتى في غمار الفرحة والسعادة بالأهلي وللأهلي في نقطة مضيئة كتير جداً اللقطة يا جماعة اللي بتعبر عن ثقافة الأهل وشخصية الأهلي محمد الشناوي جاي وتوج وشيل الكاس بيقولك لا هو وليد باعتبره الكابتن الأكبر واللي من حقه يكون سعيد برفع الكاس شوفوا لقطة متكررة لحظة تتويج لا مش ديت لحظة تتويج الشناوي بالكاس وهو بشاور وليد ووليد بيحاول يقوله لا يقوله لا الكاس لي كنتا نفس لقطة عمد متعب وحسام غالي هذه ثقافة و الشناوي هو واخد وليد علشان يدي له الكاس واخده بالحضل لكن لما استلم الكاس الشناوي مصمم انه اهو ده الكابتن بيقولهم لا ده الكابتن لدرجة انه هنشوف وليد سليمان يعني من قدر ساعدته باللقطة واللحظة وتصرف الشناوي وليد سليمان بكى تأثرا بهذا بهذا الشعور الكبير جدا وزميله الشناوي بيحتضره بيكبره بيقدمه وبسعيده بعض في فيديو وليد سليمان طيب هو مش هنقدر نعرضه علشان الحقوق لكنه بصوا لحظة تأثر وليد بدأ اللقطة دي يا جماعة اثارت اندهاش البعض كابتن احمد حسام ميدو نجم الزمالك الرأيه في هذه اللقطة لان نقول لكم هي دي ثقافة الاهلي وهي دي شخصية الاهلي وهم دول كباتن النادي الاهلي اللي اتعامل قبل كده بين متعب وحسام غالي هو اللي بيعمله الشناوي مع وليد سليمان لان دي ثقافة الاهلي وشخصية ولاده ونشوف رأي ميده النهاردة عايز اوديكم الشناوي وليد سليمان ومش اول مرة تحصل النهاردة الشناوي بيفوز بيقول له وليد سليمان كابتن الفريق اللي مش موجود وما يلعبش تعالى انت انت صاحب انت صاحب الانجاز الوفاء ودي نقطة مهمة جدا قبل كده متعب وحسام غالي عجبني جدا النهاردة الشناوي عجبني في اداءه وعجبني في رجلته وعجبني في اللقطة بتطوريد سليمان دي عجبني انه اسهل حاجة على فكرة انا ممكن واحد جريدي يعني ايه جريدي واحد اناني يقول لك لا انا لا اشيل الكاس انا اللي عبت وانا اللي اتعبت انا اللي اتعبت انا مالي انا الراجل ده قاعد في التاكيف بيتفرق فوق انا اللي اتعبت لكن بصوا دي روح حلوة الشباب اللي انتوا شايفينهم دول الشباب دول بيقضوا وقت مع بعض اكتر ما بيقضوا وقت مع عائلاتهم فلاس انت بقى الروح كده والروح دي هي اللي بتجيب المكسب وهي اللي بتجيبه طلاط وساعات هي اللي بتكون الفرق ما بين فريق وفريق وانت كمان بتعجبني يا كابتن ميدو لما تتكلم كورا بناخد منك الكلام الموزوط الموزون المزبوط الحقيقي وحنشوفه في اكتر من حاجة وهو يعني بيرصد حقائق عن النادي الاهلي والناس يعملوا زيه لكن ساعات تجرفنا مشاعرنا وانتماءاتنا نقوم نتكلم كلام مشاعر مش كلام حقائق الكابتن ميدو يعني لما يتحدث في الكورا احب اسمعه طيب ميدو تكلم كلام حقائق لكن عماد ميتهب بتكلم كلام مشاعر في حقائق او حقائق فيها مشاعر نشوفه طلقت عماد ميتهب مع حسام غالي النهاردة تانش النووي بيصمم على وجود والد سليمان برضو بتدي رسالة ده الاحترام ودي ال يعني احنا طول عمرنا بنكلم يا كابتن اللعب الكبير ليه احترامه ليه وضعه وليه القديم ليه وضعه والد سليمان واحد من اكبر لعبة اللي موجوده في فرقة لعب يعني عمل انجهزات كبيرة جدا للنادي الاهلي طبعا نوع من التكريم ان الشنووي اصغر سنا لكن هو الكابتن على وليد لكن في نفس الوقت بيجيبه يرفع مع الكاس ويحتفل معه فدي حاجة مميزة جدا من الشنووي بترسخ قيمة اللعيب اللد للنادي الاهلي وعمل انجازات للنادي الاهلي كبيرة يعني اي كابتن في الدنيا بيعايز يرفع الكاس الواحد معنا الصحي ياخد الصورة وبعاكها يخلي احد لكن في الاخر لا هو رفض وخلى وليد سليمان يبقى موجود ودي حاجة تحسب للشنووي وحاجة بتعلي من قدره ومن قيمته انه بيقدر اللعيب الكبير اللي موجود في النادي الاهلي واحد زى وليد سليمان شوف فيه برنامج للدكتور العالم الكبير حسان موافي يقول لك جبر الخواطر هو جبر الخواطر يعني اللفتة الشيك الانسانية التي بتطبطب على الناس في لحظة مش متوقعينها كابتن وليد سليمان ممكن يبقى شعر ياريتني كنت في اللقطة دي موجود فيفاجأ بكابتن الفريق وبيقول له أنت الأقدر أن تكون حاضرا وكلنا ندرك قيمة إسهاماتك مع النادي الاهلي وقيمة تواجدك هذه ثقافة فيها البركة هي دي البركة البركة بتحل على النادي الاهلي يا صدر إبراهيم لمثل هذه المواقف الرأى عشان كده اللي قاله الاهلي عمل سحر اه عمل سحر وفيه بعد كده سحر وفيه بعد كده دروس وفيه بعد كده ثقافة وفيه بعد كده شخصية ترجمة نانسي قنقر